وفي نشاط اللجانة عقدت لجنة شؤون الإسكان البرلمانية اجتماعها الثاني بحضور عدد من ممثلي اللجان الشعبية المهتمة بالقضية الإسكانية وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور أن اللجنة استمعت إلى الملاحظات والمقترحات والقضايا المتعلقة بكل النائب من مدينة صباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد وخيطان والمطلاع وجنوب صعد العبدالله على أن تجتمع قريباً مع الوزراء المعنيين والجهات المسؤولة لتوصل إلى حلول للمشاكل المطروحة تشرفنا بوجود اللجان الشعبية في كل مناطق الكويت في القضية الإسكانية المهتمين في القضية الإسكانية وخاصة في المشاريع التي عليها مشاكل ومشاريع فيها نوع من التعثر بسبب الإجراءات الإسكانية في مؤسسات الدولة وسواء في المؤسسة نفسها أو في قضية البلدية والرخص ووزارة الكهرباء ووزارة الأشغال وأيضاً بنك الاعتمال واجتمعنا في الأخوة وكانت هناك كثير من المقترحات وكثير من الملاحظات وكثير من القضايا العالقة ومن ضمنها قضية في حالة وجود توفر منزل لأي سبب من الأسباب ورجوع الرعاية السكنية أن يعمل له مزاد لأعلى سعر وهذه من القضايا التي غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر لأن ما وجدت الرعاية السكنية إلا من أجل توفيرها للمواطن الكويتي بأيسر المبالغ وأيسر الإجراءات